عاد المصريون المحتجزون في ليبيا إلى أرض الوطن بعد تكلفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأجهزة الدولة بالعمل على إنهاء الأزمة في أسرع وقت من جهتهم عبر العائدون من ليبيا عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وسلطات المصرية وفخرهم بتحرك الدولة السريع لإنهاء أزمتهم على كل حال المزيد من المتابعة من محافظة بني سويف ينضم إلينا الآن مراسل إكسترانيوز الزميل إبراهيم عزة إبراهيم أرحب بك معنا في هذه التغطية وهل لك أن تشرح لنا الأجواء لديك تفضل شكرا جزيلا لك نانسي بالفعل أتحدث إليك من ديوان عام محافظة بني سويف وكما تتابعي في هذه الصورة هؤلاء هم الشباب الذين عادوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم وكنا نتابع هذا الخبر الأهم في ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم ومنذ أن وصلوا في ميناء السلوم البري إلى أن وصلوا هنا في المرحلة الأخيرة والخطوة الأخيرة نتحدث عن محافظة بني سويف هم من أبناء محافظة بني سويف وهذه يعني عودة المصريين تأتي عقب التكلفات المباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأجهزة المعنية بإنهاء هذه الأزمة وعودة المصريين سالمين إلى أرض الوطن نتحدث أيضا عن اتصالات مصرية ليبية خلال الأيام القليلة الماضية كانت قد سهمت في عودة هؤلاء المصريين إلى وطنهم سالمين وربما نرى العلم المصري منذ أن أته في ساعة مبكرة كما ذكرنا وقبل قليل كان هناك اجتماع جمع سيادة المحافظة دكتور محمد هني غنيم وعدد من مسؤولي محافظة بني سويف مع هؤلاء الشباب ربما تحدثوا في العديد من الملفات وأيضا العديد من الرسائل كان أبرز هذه الرسائل الشكر للسيد الرئيس عن هذه التكلفات المباشرة وكذلك تقديم كافة الدعم من قبل المحافظة تبقى لتوجهات لأية من المساعدات لهؤلاء المصريين العائدين خلال الفترة القادمة ونتحدث أيضا عن الشباب الذين تحدثنا معهم قبل قليل في لقاءات لإكسترو نيوز كان هناك رسائل عدة لأساد الرئيس والأجهزة ربما التي ساهمت في عودة هؤلاء إلى أرض الوطن خلال الساعات القليلة الماضية هذه هي الصورة والآن هؤلاء المصريين أبناء الوطن الذين آتوا سالمين يستعدوا أن يغادروا مبنى المحافظة إلى أن يتجهوا إلى قريتهم هنا في محافظة بن سويف بالطبع نانسي بحكم أنها مسقط رأس هؤلاء المصريين وربما نتابع في هذه الأثناء مشاهدين الكرام هذه اللقاطات التي أيضا حصلنا عليها قبل قليل لاستقبال سيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لهؤلاء المصريين هنا في محافظة بن سويف فور وصلهم هنا مبنى المحافظة وقبل أن يتجهوا إلى مقر إقامتهم هنا في محافظة بن سويف الرسائل أخيرا الذي أختم معك نانسي الذي أطلقها هؤلاء المصريين تقديم كافة الدعم ربما تحدثنا مع بعض منهم هل هناك رغبة للمغادرة مرة أخرى أو للذهاب مرة أخرى ولكن أكدوا أن في هذه الفترة هناك عدد من المشاريع في عدد من المحافظات المصرية فهم يستعدوا خلال الفترة القادمة أن يقوموا ويعملوا داخل الوطن حتى لا يتعرضوا بالطبع لمثل هذه الأحداث مرة أخرى والشكر الجزيل بالتأكيد كما ذكرنا للرئيس عبد الفتاح السيسي والي الجهزة التي ساهمت عقب مكالمات واتصالات مصرية ليبية لعودة هؤلاء إلى الوطن السالمين هذه هي الصورة نانسي من محافظة بن سويف والآن الكلمة تعود إليك مرة أخرى إبراهيم طبعا حمدا على سلامة كل العائدين إلى أرض الوطن أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل زميلي إبراهيم عزة مرسل إكسترانيوز كنت معنا من بني سويف شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر